صرح مصدر مسؤول في الديوان الأميري أنه بناء على رغبة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فقد تم تشكيل لجنة وزارية عليا للقيام بأعمال تسريع وتصميم وإنشاء وإنجاز المدينة الترفيهية بهدف أن توكل تنفيذ أعمال هذا المشروع للقطاع الخاص دون أن يتحمل الديوان الأميري أي مبالغ مالية أو مصروفات خاصة بهذا المشروع كما أضف المصدر بأن مشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة واستغلال المنطقة المحيطة لمدينة الكويت الرياضية في نشاط رياضة المحركات فقد تم طرح هذا المشروع كمزايدة لشركات المحلية المختصة في هذا المجال علما بأن الإرادة المقدر هو خمسون مليون دينار حيث يعتبر إرادة لخزينة الدولة هذا وقد أفض المصدر بأن الديوان الأميري يخضع الجميع للجهات الرقبية في الدولة وحسب الإجراءات القانونية المتبعة